السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارزقني البركة في كل ما أملك في جسدي وروحي وقلبي وحياتي وعائلتي ومسكني وأرضي وسمائي ولحظاتي وسكناتي وصمتي وحديثي وكل ما يحيط بي اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير وصد عني أبواب الشر والتعسير فلا حول ولا قوة لي إلا بك بك أستعين وبك أستجير وبك أبتفي يا الله اليوم توقعتنا لو يوم الأربعاء 19 نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج الحمل ولكن زي ما قرأته على الغلاف اليوم في عنا تشكل لزاويتين قويات وإيجابيات جدا القمر الآن موجود في برج الحمل وهو الآن موعد بث الحلقة له مساء يوم الثلاثاء القمر موجود في منزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر لغاية الساعة 10 و56 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود فيها طيلة يوم الأربعاء ولغاية الساعة 11 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش بعدها بدو ينتقل لمنزلة الثرية اللي هي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء من الأسرار مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور وبما أن القمر موجود في برج الحمل معناته بنشعر اليوم بطاقة كبيرة للعمل من كون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أننا أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا من كون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحصة العيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا بإمكان إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في زاوية ذكرناها يوم أمس وإنه في زاوية التربيع سلبية تبدأ عند المغرب اللي هو مغرب يوم الثلاثاء وبتستمر لغاية صباح يوم الأربعاء هاي الزاوية زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ يعني ورح أضلها مأثرة لغاية صباح اليوم الأربعاء بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكونوا محبطين عاطفياً بثورة عارمة من الغضب طبعاً هاي الزاوية بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء يعني حتى أنه ممكن أنه ما نستقبل منهم كلام عن حساسية من النساء مش أنا طبعاً بيزيد من خيالنا بيدفعنا لأقصى الحدود بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وحاولوا أنك تخلدوا للراحة هذا التحول أو هاي الزاوية مضرة جداً للصحة وخصوصاً الصحة النفسية طبعاً هاي الزاوية بتدل على استياء الرأي العام من ضغوط رجال الأمن الوطني وهبوط في معنويات وعمال قطاع صناعة والصحة وقلة مردوديتهم بيشهد هذا اليوم ازدياد أعمال العنف وخصوصاً ضد النساء طبعاً لغاية ساعات الصباح أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم واللي هني زاويتين ذكرت أنهم إيجابيات وقويات الزاوية الأولى هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين عطارد وبين المريخ وهاي طبعاً هي اللي رح تخفف من حدي ما رح تلغي سلبيات تراجع عطارد ولكن بتخفف شوي من حدية التراجع اللي هي زاوية التزديس الإيجابية بين عطارد وبين المريخ وهي رح تبدأ يوم اليوم تسعتاش أربعة تأثيراتها ورح تستمر بتأثيراتها لغاية يوم ثمانية وعشرين أربعة طبعاً الذروة تاعة هاي الزاوية رح تكون يوم أربعة وعشرين أربعة في تمام الساعة ثلاثة وثمنتاشر دقيقة عصراً عادةً عند الزوايا الإيجابية بين عطارد وبين المريخ بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع أحبانا بتشجعنا على القيام بالمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري كما بتمنحنا مهارة يدوية عالية وعند قدرة على الدقة بالتنفيذ والسرعة في أداء الأعمال وبرضو بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة بلد ما بشيء له علاقة بالقوة أو القدرة أو التصنيع العسكري وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هاي الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد كما بتركز الصحف على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بالميادين الرياضية وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها من اليوم تسعة عشر أربعة ولغاية يوم ثلاثة خمسة طبعا ذروة هاي الزاوية يوم خمسة وعشرين أربعة في تمام الساعة عشرة وسبعة وأربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتساعد على تحسين قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية ابتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والفطنة والحس بالواجب وهذا الشيء ممكن يساعدنا على النجاح وبرضو بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن نحقق نجاح في العمل والعلاقات الجيدة رح تكون برضو مع كبار السن ومع الآباء تحديدا بتدل على اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة وقطاع الفلاح وقطاع التعدين والمناجم واستقرار في أمور العلاقة بالبورصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزوايا القائمة اللي هي زوايا التربيع اللي هي زاوية التربيع السلبي اللي بين الشمس وبين بلوتو وأنها تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 28 أربعة وبسببها بتطور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع عقبات في طريق نجاحنا بتسبب عدوات خفية كما بتزيد من شهوتنا الضارة وبرضو بتضر بالصحة وممكن تسبب هاي الفترة أمراض شوي تتأخر لنتعافى منها أما دوليا فهي بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئ ضد بعض الجماعات اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث عنيفة وأمور العلاقة بالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والتعري والأمور اللي لها علاقة بالمناخ أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل قلنا أن هذه الزاوية تاثيراتها بدأت من يوم سبعة أربعة ومستمرة لغاية يوم واحد وعشرين أربعة طبعا بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة بسبب هذه الزاوية بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للاكتئاب والنزاعات مع محيطنا بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات دولة والصناعة الثقيلة والصناعة الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفيه هذا القطاع وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية البنوك بتعرف نوع من أنواع الاضطراب في المداخل بسبب سوء التدبير والتبذير وبيعاني الأشخاص اللي بيشتغلوا في المجال الفني من كساد وقلة المبيعات وبتقل الحافلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم رح تتشكل مع القمر هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وستة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني تاثيراتها تضيلت اليوم من الصباح ولغاية منتصف الليل بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني مثلا وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا هاي الزاوية برضو بتمنحنا العطف والمودة النحظة بشعبية بصير فيه نوع من أنواع السهولة لكسب المال برضو تعطي إيجابية على المستوى الصحي حضوض عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما بتساعدنا في التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسائنا وبتدل على حال من الاستقرار والأمن والتفاؤل في الرأي العام للمجتمع وزيادة في مداخيل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح العلاقات التجارية والدبلوماسية المضرمة في هذا اليوم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الرأس والأسنان واللسان والأعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم وزي ما حكينا أنه هذا اليوم والأيام القادمة اللي هي أربع أيام قادمة عشان فترة الكسوف وتراجع عطارد وهي الحركة الفلكية اللي بتصير أنا ما بنصح فيها بالعمليات الجراحية الإضطرارية إلا إذا يعني العمليات الجراحية عفوا إلا الإضطرارية يعني واحد عنده عملية جراحية ما بيقدر يأجلها يعملها عمليات صغرى ما فيها أي مشكلة أمور التجميل ما بنصح فيها نهائيا لا الحقن ولا الأسنان ولا الجراحة ولا الأمور هاي حاولوا إن كنت أجلوا الموضوع لحد ما نطلع من تأثيرات الكسوف بعدها أعملوا اللي بتكوية ولكن بالفترة الحالية عشان ما يصير التهابات بالجلد أو أعراض جانبية لدى نسبة ضعيفة جدا يعني بنقول إنه 10% 15% 5% تحطش حالك واحد منهم هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي وأيضا يصلح للأمور العلاقة بالصبغ والحنة ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه رح يكون موجود في برج الحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس عشرين أربعة اللي هو في فترة الكسوف تحديدا رح يكون يبدأ خلو المسار الساعة أربعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة فجرا بصير عمره تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيدة بنسبة سبعين في المية الآن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة مية في المية القمر في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيدة الآن بنسبة عشر في المية في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% وبيكمل طيلة اليوم عطارت في الثور حتى يوم 21-4 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-5 منتحس بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% طبعا شكرا لكل اللي دعموني في الأيام الماضية وشكرا لكل اللي استجابوا لطلباتي اللي هي اللايك والكومنت والأمور هاي طبعا نفسي أرد على الجميع ولكن للأسف الشديد أني نوهت أنا بالحلقات الماضية أنه هاي يعني هو رمضان أساسا أنا بكون بعيد عن الناس وبعيد عن الدنيا كلها ومعتكف لله عز وجل ولكن بحاول قدر الإمكان الأسئلة الضرورية أني أنا أجاوب عليها فأعذروني أعذروني جدا لتقصيري ولكن أنتوا عارفين هاي العشرة الأواخر يعني الله أعلم نحضرها السنة الجاي ولا ما نحضرها فما نحاول نكسب منها قدر الإمكان إن شاء الله بعد العيد بإذن الله تعالى رح نعمل حلقات بث مباشر نعمل حلقات ممكن ممكن فيه فكرة للبودكاست يعني فيه ناس بتشجعني على هذا الموضوع أني نعمل نوع من أنواع الحوارات والنقاشات من خلال البودكاست ممكن نخليها من خلال بث مباشر عادي يعني وعاستسا أن نجاوب على الأسئلة يعني فيه طريقة معينة طبعا رح أستشيركم فيها وإنتوا بتعطوني اقتراحاتكم وإن شاء الله خير برضو ما تنسوا في هاي الحلقة أني أنا ذكرت هذا الموضوع هاستقولوا آه خلاص شكرنا بدناشا نحط اللايك أوعوا ها بزعل منكم على الكبسات يلا كبسوا تحت جكر في اللي بكبسوش تحت ماشي الله يسعدكم يا رب وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم يعني خليط عندكو هيك في أكثر من شغلي في بعض ولكن هو إجمالا يوم إيجابي بما أنه القمر موجود عندكم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم وبرضو اليوم بتقدروا إنكو تحسموا بعض الأمور العالقة ممكن تسمعوا جواب كنتو بتنتظروا حاولوا إنكو تتحركوا ما تنتظروا إنه الفرصة تيجي لعندكم حاولوا إنكو تذهبوا بحث عنها ما تضيعوا الوقت الفترة إيجابية رغم إنه الضغط رح يكون هو على التوتر على العصبية على الحدية على المصريف لزيادة فعشان هيك هدول الأمرين اللي خذوهم بعين الاعتبار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يعتبر هذا اليوم يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وأيضا الكسوف وبطء حركة العطارد شوي بتوتركم ممكن تخليكم يعني تفكروا بأشياء مش صحيحة يعني يخونكم التفكير حاولوا إنكم ما تتسرعوا بقراراتكم حاولوا إنكم ما تبالغوا بمجهودكم الجسماني وضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم طبعا اليوم بتهدأ وترتكم ممكن تتأخر النتائج أو البضائع أو المعاملات أو تشعروا ببعض الخيبة بتظهر خلافات أو التباسات وطباعك متقلب ومزاجك متعكر فعشان هيك حاول إنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر ما بتتوقع برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا يعني أي شيء له علاقة بالأصدقاء أو سوء تفاهم أو حدية أو نقاش أو حوار أو مناسبة اجتماعية اضبط أعصابك أثناء التعامل مع الغير ورغم إنه اليوم رح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة بتقدر تعبر عن آراءك بحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من بعض المواقف ولكن بتسكنك بعض الأحاسيس المتناقضة ما بين مبسوط زعلان راضي مش راضي فعشان هيك بدك تكون حذر من تقلب المزاج ولكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بيت السمعة فعشان هيك يحاول قدر الإمكان إنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف أو بأي عمل أو بأي كلمة أو بأي سر تفشي اضبط أعصابك خلال هاي الفترة رغم إنه اليوم بتضل الفرصة متاحة على الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة حاول إنك تخلي كلامك واضح ما تحكي أشياء ودول لا ما هو بفهمنا الطرف الآخر لا الفترة هاي استيعاب الناس كله رح يكون مشتت فكون واضح وصريح كون جاهز للقيام بزيارات طارئة أو لا اتصل بأحد الأشخاص بتكون الظروف داعمة لأفكارك ممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشهورات حاول إنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً اللي عنده سفر أو عنده امتحان ما يعتمد على الحضوض نهائياً اللي عندهم سفر بدهم يتفقدوا أمتعتهم وأوراقهم وكل شيء ويروحوا في الموعد الطيارة بوقت طويل عشان ما يصير أي تأخير اللي بيقودوا السيارات على الشوارع المفتوحة ينتبهوا أثناء القيادة اللي عندهم امتحانات يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض اللي عنده مقابلة نفس الشيء حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار تجارب مختلفة ممكن تشعر بالاعتزاز والفخر في بعض الأوقات أهم يش إنك حاول برضو إنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك وناقش بمنطق بدون عصبية برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعاً بتظل الأمور المالية المشتركة هي اللي بتشغل فكركم عشان هيك لا تورط حالك بالتزامات أنت بغين عنها لا تحاول إنك تقنع حالك إنه لأ أنت بتقدر تعمل هذا الشيء والفرج جاي على الطريق وهذا لأ أنت بتضيع في حالك وبتدخل حالك في متاهة مالية أنت بغين عنها حاول إنك تعرف إنه إذا أنا بقدر على هذا الشيء بعمله ما بقدر ما بعمله بقدر ألتزم فيه التزم ما بتقدر تلتزم ما تلتزم العقود والبنود شاور أهل الاختصاص فيها يبل ما توقع عليها ما تغامر مالياً نهائياً صحيح إنه الفرصة فيها بعض تلميحات لمكاسب إلها صلة بشراكة أو تعويض ولكن مش أكيدة فعشان هيك لا تعتمد على الكلام بيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك أعمالك معقصة أو مهملة كون متفاهم لوضاع الآخرين ولأراءهم وتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي وبرضو زي ما حكينا انتبه لوضعك المالي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً القمر مقابلكم تماماً وزي ما حكينا الكسوف وزي ما حكينا بداية تأثيرات التراجع في البيت الثامن لإلكم يعني خلطة ما بين شراكة ومشاكل شركاء وطاقة ضعيفة وأمور صحية لا تحسدوا عليها فعشان هيك اليوم ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وخصوصاً الشركاء إن كان شركاء عاطفة أو شركاء عمل ولكن ضبط الأعصاب مطلوب وأهم شي تنتبهوا لصحتكم ابتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعروا بالخوف لضيق الوقت حادروا من بعض التراجع الصحي يعني إذا شعرتوا بشيء عتيادي راجعوا الطبيب حاول إنك يعني هيك تتبع كل الإشارات والتعليمات اللي حكيت لك إيها عشان ما تدخل بأي مشاكل نجنب المشاكل وما تتسلط على أحد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً هنا الضغط رح ييجي على على شغلتين فعشان هيك اليوم التركيز كله على العمل وعلى الصحة ولكن أيضاً التراجع بلشي أثر في أمور إلها علاقة بالشراك المالية والعاطفية وأيضاً الصحة فعشان هيك أهم نقطة اليوم بما أن الصحة تكررت مرتين معناته بدك تهتم لصحتك بشكل جيد حاولوا إنك تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وتجدوا تعاون من الزملاء ولكن ممكن يصير سؤت فاهم ما بينك وبين أحد الزملاء نظموا جدول غذاكم خذوا قصة من الراحة من حين لآخر صحيح إنه في بعض الأعمال اللي ممكن تعمل وقت إضافي وما تقدر تتممها وهذا الشيء رح يكون مرهق بالنسبة لإلك فعشان هيك بدك تنتبه لهاي النقطة بتكثر الواجبات عندك بشكل كبير لدرجة ممكن إنك ما تقدر تتممها بالكامل حاول إنك أنت تبسط الأمور عشان ما تتعقد كل الأمور وحاول إنك تنجز الأعمال المهمة والضرورية وتبعد عن الأشياء اللي مش ضرورية وانتبه لحديث الطباع أثناء تعاملك مع شركاء العاطفي تحديدا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن للأسف الشديد إنه ممكن عند أغلب موليد برج القوس يكون في سوء تفاهم أو كلمة ما تيجي على مزاجك تنفهم خطأ فيصير مشكلة ما بينك وبين الأحبة لا تعتب عليهم ولا تحاسبهم في هاي الأيام أجل الموضوع لحد دي ما تهدأ الأجواء فرصة مناسبة للمصالح حول تسوية الخلافات وكذلك أيضا التعارف والارتباطات نشطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية إلا أن الوسواس بسيطر عليك قدرتك على استعاب الأمور أيضا جيدة وتعتبر فترة فيها إيجابية ولكن أيضا لا تنسى تنتبه للوضع الصحي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والمسكن أمور عائلية لقاء عائلي مناسبة حدث طارق العلاقة بالعيلة ممكن تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة فما تكون حد الطباع وما تكون ردات فعلك سلبية حاول تكون مرن جدا ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات والالتزامات وهذا الشيء ممكن شوي عرضك للمحاسبة أو للتحديات أو للإستفزاز يعني تتهم بتقصيرك تتهم بإنشغالك يعني بهاي الأمور فبدك تضبط عصابك وتعامل مع الأبناء بطريقة مرنة وحاول أنك ما تعتمد على الحضوض نهائيا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطوا اليوم بتنقلاتكم باتصالاتكم بحواراتكم بنقاشاتكم ولكن بدكوا تنتبهوا منهم كلهم يعني بدك تكون حذر وتركز بشكل جيد ما تعتمد على الحض نهائيا حتى اللي عنده امتحانات بدهوا يركزوا ما يعتمد على الحض منكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح تعتبر هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات ولكن لا تعتمدوا على الحضوض برضو جيدة للمشاركة باللقاءات والحوارات والتسويق والنشاط بكل أنواعه اتجنبوا طرح مواضيع حساسة ممكن تقدم على عمل مهم يلفت أنظار وإعجاب الجميع لا إلك ولكن زي ما حكينا ردات فعلك السلبية وعصبيتك ممكن تعطل عليك كثير من الأمور أيضا في بعض الأمور العائلية اللي ممكن تظهر على الساحة خلال هذا اليوم تلفت انتباهك أو أنه تطلب منك حضور برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتظل الفرصة متاحة اليوم لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية ولكن بدكوا تنتبهوا أنه اليوم المصاريف ممكن تكون أكثر من اللي بتحصلوه فعشان هيك لا تستسلموا لا نزوة التسوق ولا تصرفوا فلوسكوا بدون عقلانية وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع حاولوا قدر الإمكان ما تغامروا بأموالكم نهائيا ممكن اليوم تقدم على إنجازة أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعملوا بجدية نظموا شؤونكم المالية امتنعوا عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هاي الفترة لا تصلح للمغامرات المالية نهائيا وبرضو وبرضو احذروا أثناء تنقلاتكم منقاشاتكم لأنه شوي ممكن العصبية تسيطر عليكم طيب هيك أنا بكون خلصت حطيتوا لايك وكومنت والأشياء هاي اللي ما حطش يعني نوع من التذكير واللي ما اشترك يش يشترك واللي مشترك يلغي اشتراكه واللي بدي يتابعني أهلا وسهلا واللي ما بدي يتابعني برضو أهلا وسهلا يعني حاولوا تعملوا أي شيء يعني رمضان كريم والله أكرم من الجميع واللهم صلي على محمد هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر